قلتنا المرة اللي فاتت عند الخاص باليوزر وشوفنا ازاي من روبوت الراوض بالكنترولر. تعالوا اللي نتعمل اكتر ان احنا نبدأ نتعامل شوية او ننتراكت مع زي ان انا مثلا اجيب منه داتا معينة. بس خلونا الاول قبلا ما نتكلم في الجزء اللي عملي. تعالوا نقول ايه اصلا انواع الديهت عندي اللي انا ممكن احصل عليه من الريكوست. احنا الديهت عندنا نخدم الريكوست عن طريق حاجتيني. اما عن طريق وده ينقسم الى جزءين. هتكلم معنا دلوقتي اما عن طريق الريكوست بادي او البيلود. وده هتكلم عليه فيديو محفظ ان شاء الله. اللي احنا هتكلمها دلوقتي الديهت ان اخدها من اللي هو اللي احنا هتكلمنا على السراشر بسهر قبل كده. هو بيقفل بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده الاخر جزء اللي هو او الهاش. الهاش جمعنا اجدعه به. ده خاص بال اكتر من هو حاجة تانية. اللي احنا محتاجين بقى نتكلم عنه ايه? هم الجزءين الاساساتين. اللي هو والكوري سترينج. كوري سترينج زي ما احنا قلنا اللي هي اللي بتدقى بعد كده بعد كده بقى اي اه كونتنت بيجي وراه. ده كله بيندارك تحت الكوري سترينج. هو بتاعته عبارة عن كي فيا يو بيت وقبل المنظر ده. يعني عم تتفهم نيم ايقوال جون اند. بافصل ما بين كل كي والتاني باند. ايجي تساوي عشين. الشكل دوت انت هتستقبله عندك. كاااااااا في الكوب بتاعك هتستقبله بشكل ااااا ديسون. هتبقى حيوى بالمنظر ده. اسف اوبجيت. بالشكل ده. بحيس ان انا قدر اتعامل مع الدات دي باي في اي وقت بشكل يسهل عليا ان انا اتحكم في الداتة دي. طب ايه اصلا فايدة الكوري سترينج? الكوري سترينج بنسبة كبيرة اللي استخدامة الرئيسي لها هي انك تدي لك اديشنال اللي معين على اساسه تعمل اه يعني ايه? انا دلوقتي عندي صفحة زي مسلا صفحة البعرض مسلا اه عندي اونلاين ستور. وفي الونلاين ستور ده انا مفروض ان انا ببعرض في منتجة في عندي دي جزء خاص بالصفحات بتاع الاقسام بتاعتي عندي مسلا صفحة الالكترونيكس. فانا اللينك بتاعي عبارة ايه? اصلافين دوت كوم. سلاش كاتجريز سلاش الالكترونيكس. طيب. دلوقتي دي المفروض ان اهدخل هيعرض للمنتجات الخاصة بالالكترونيكس. نفترض ان انا عايز اعرض للمنتجات الخاصة بالالكترونيكس. ويلي البرايس تاعها ما بين خمسين لمية جنيه. او خمسين لمية دولار. فانا الوقت يمحتاج ان انا اعرض نفس الداتة بس هامل فلتف. هزول حاجة اه اقوله لأ اعطي دي المنتجات من الالكترونيكس. لكن هتهالي ما بين الخمسين والمية دولار. فانا هنا الوقت يبقى نفس اليوريل عشان ما عملش ركوست جديد. ازلو درامت استفهام اقوله من برايس اقوى الخمسين اند ماكسي برايس اقوى المية. فانا ساعتها بقى تشك. والله ولو في بتاع ده جالي او ماكسي برايس او ساعتها ابدأ اعمل او ابدأ افلتر الداتة ديت. بناء على فده بشكل اساسي ممكن اصطدمه. زي او حيات تعرفني. اه اه لو انا قلت له لو دي موجودة في بتاعتك انا هاخد اكشا معين او على اساسه هامل حاجة عندي في السيرفر بتاعي. دي فكرة. الجزء التاني اللي بنقضه من هو هو البرامترز. نقولنا عندنا ان الويب سايت عبارة عن او اسم الموقع ايسي في الدومين ما كده الباث ما كده. الباث بقى دوت بينقسم الجزئين. بقى جزء ممكن يبقى كله او ممكن يبقى يعني ايه يعني ايه يعني دلوقتي عندي مسلا حاجة زي كده. سلاش يوزرز. الباث عندي ايه? اول سلاش يوزرز. طيب لو انا جيت قلت له سلاش يوزرز سلاش واحد. فده كده انا عندي ده اليوزر اي دي اكوال واحد. انا بقول له انا عايز الي اليوزر اي دي رفم واحد. طب لو قل يوزرز سلاش اتنين. يوزر سلاش تلاتة. على انا منطقنا نعمل له كل يوزر عندي ريكوست? لأ. هو هنا اللي بقى في حسمها ديناميك بارامتر او يوارل بارامتر. فده من نسبة لي هيبقى اسميه بارامتر. فانا ممكن اقول له عطول الجواب بتاعي يوزر سلاش اي دي. اكتب الاسم اللي انا عايزه براحتي. فانا ساعة اقدر اخذي الفاليو اللي بعد المسار ده. اقدر خليه اخزنه عندي في بتاعي. او مثلا في الكيس داعتنا سواء او اي ان كان الانجين انت بتشعي عشان اللي بيهندلك بيحول لك ديت او بيخزنها لك في البرامتر اللي انت معرفه. فده بنسبة لي اسمه او بارامتر. ده هو زي واحد. البرامتر اللي عندي هنا ايه هو الواحد. طيب ده انا امعرفه ازاي بقى? ده انا اخب مثال ان انا اجي عند الواحدة عندي هنا. ممكن نيجي نعمل اه راوت جريد اولو راوتر دوت جيت. سلاش يوزر سلاش اي. اولو مسلا جيت يوزر. انا اعمل ده سريعا. جيت داش يوزر دوت ياس. اولو اكسبورت. اولو اكسبورت ديفولت فونشن. اه اولو ريترن. هنا بقى انا محتاج استقبل الريكوست. دوت اي دي. او ممكن نخليها كاوبشت نرجع له كاوبشت. اي دي. خليها موقعتا بس تبقيني. لما اقول لكم هنزبط ازاي بتاعنا بعدين. طيب بتاعتنا. اعمل ده. انا اقول شغل السيرفور. رح على المنصر بتاعي طبعا. احنا مدناش هنا على المنصر ده. فاقول له سلاش يوزرس يوزرس اش واحد اتناشا مصر. فانا جاب اي اي دي اتناشا. اي حاجة اكتبه فوق. وكما تكلتيجي عندي. اي حاجة. ايا كانت. مش هيقول لي لا دي مش شغل او دي مش شغل. ثانية فكرة ان انا اجيب الدات عن طريق بتاعي او البرامزة بتاعتي. اللي هو اللي هو الاي ده. طيب تعال ناخد الكويست مثلا عن اليوزرس العادي. نفترض ان انا عايز اجيب اليوزرس مسلا هنا. اللي عايز مثلا اقول له ده الدات لي اليوزر مسلا اللي بتاعه اه خمسين. طيب ممكن اجي اقول له فوق هنا كده. على التاسفان. من اج اقوال خمسين. طيب انت مزيلك مش شوفيش حاجة اطغالة هنا. انا بس اقارت الفوق. فلعايز اجيب الجزء الخاص بالكويسترينج ده. فاقول له هنا برضو ريكويست. انا? انا ده بقى اسمه ريكويست كويري. هقول له. اللي بتاعتي هتساوي ريكويست. قط كويري. فانا قلت عندي بترجع فيك اسمه بارامز. برجع فيك اسمه كويري. فانا ممكن اقول له انا عطول ريترن. او عطول ريترن للكويري. الابجيت اللي ارجع. والله لو ما فيش حاجة ما فيش شور اللي عندي فوق. خلص ما فيش حاجة او قال لي خمسين. انا انا بلوقتي جيت ما صحك ده. ايه اللي يحصل? قبل بتفضل. جيت ضفط اه عن طريق فهم تست اتناشر. اللي يحصل. طب قلت بس. طب بترو عادي. خلي بالكم اجيب برضو موطة مهمة ان الداتا دايما تبقى. مقام من كانت مكتوب ارقام. مكتوب اه اي حاجة دايما اه ديتا تبقى سواء جاءة من اليرل. دي اللي ممكن بس تختلف فيها في الجزء بتاع الجيسون. لكن الداتا دايما او تسعة وتسين في المياه في الكيس ستاعت ان اتقابلنا بتبقى جاية اه سترينج. فنعمل ركاب سريع كده. احنا قلنا الداتة اللي انا ممكن هستقبلها من او عن طريق حاجتين عن طريق الوريل. جي ممكن اخد عن طريق جوز ايم في الوريل ايام عن طريق كوري سترينج. ده بناخده من الريكوست ابجيك. من الكيل اسمه كويري. الحاجة التانية انا ممكن نقضى عن طريق بارامترز ده بناخده من الريكوست عن طريق اسمه. اوكي? دي اللي لحاجتين اللي عندنا. النوع التاني من الداتا اللي هو خاص في ده بقى لما نصب باجي اعمل كريات لليوزر اعمل اه وكزا. مغمى صح اي حاجة مش مرتبطة باليوريل ديتا. اه ده اللي هو يكون الريكوست بيرود. وده اللي هنكلم عنه ان شاء الله في الفيديو القادم.